اشتركوا في القناة محمد لعتوم مدير الأوديو فيديو المرئي والمسموع في شركة سامسونج أهلا سهلا فيك كيف حالك يعني هذا مش تلفزيون هذا هذا اللي هو الشاشة الـ 85 إنش فيه حكي كثير رحكي لك عنه بس المهم بهذا الشاشة غير الحجم بالديزاين تبعه عم نحكي كسامسونج رقم واحد في العالم لسبع سنوات متتالية وهلأ 2014 كل عامة بخير صرنا رقم تمانية اللي إش اللي يميزنا وضوح الصورة فأنا بدي أضارب على شف سناء هلأ فقرتها عم بشم ريحة تحياتنا شف سناء رح أفرجيك هذا الفيلم اللي هو محضرين لك إياه مصور بتقنية الـ UHD بس رح تشوف كيف الوضوح اللي بالشاشة يعني عم تشتهي الأكل زي الريحة الحلوة اللي عندك هلأ هاو الفيلم هلا رح أخليه لك فرجيك كيف الصورة تبعته شو يعني UHD هذا اللي يهمني انهم يعرفوا الكاستومرز تبعونا وزبايينا شو اللي جديد تبع سامسونج اللي هو وضوح الصورة هذا اللي يميزنا فالتوجهات الزباين هلا أكل ياتل الأحجام الكبيرة ليه خلاص صارت الشاشة الأكبر صار بدها وضوح أعلى فهيك اتجهت سامسونج لـ UHD شو يعني UHD؟ عم نحكي عدد البيكسل الموجودين بالشاشة كل ما زادت هاي المربعات الموجودة بالشاشة زاد عنا تفاصيل وضوح الصورة فهذا واحد من الأشياء اللي ميزنا عم نحكي عن 8 مليون و 300 ألف بيكسل موجودين بهذه الصورة اللي حلو بهذه الشاشة شغلتين كمان إنه هلا عم نحكي إحنا في عنا بث القنوات مش UHD فاللي بيعمله أنه هو بيعمل أبسكيلنج من الـ HD من الـ SD لحتى يعطيني هي الأنطاها يعني بالعامية أنه هو بيأخذ الصورة زي ما هي وبيحسنها لعين المشاهد 100% بهذه الألوان الحلوة اللي عم بتشوفيها يعني مش ضروري يكون عندك تلفزيون هايدة فينش لتقدر تشوف هاي الصورة 100% لا بهمك يكون عندك رسيفر كويس عشان يعطينا كمان اللي هي مصدر هاي الصورة في كثير شغلات زميلة محمد عارف كمان معاي بي سامسونج وحاب نفرجيكم الشغلات جديدة بي سامسونج شو يعني سمار تي في هو هذا الترين تبعنا بس يعني بدأ أسألك كله صاروا كتير ناس يعرفوا سمار تي في سمارتفون كلياتوا سمارت بس إذا أنا عندي سمار تي في مش ما فيه هاي المواصفات هاي بقدر أنا مش عم من لحق عليكم يا عم بكل أسبوعين والثالث اللي عنكم تقنية جديدة بي سامسونج الحلو بالشاشات صارت هلا إحنا كل الشاشة عم ننزلها كل سنة تقريبا ننزل بفصل الصيف الموديلات الجديدة عنا هلا قبل أسبوع أعلنوا بـ CS بأمريكا آخر الموديلات الموجودة عنا فرح نقدمها بفصل الصيف بالأردن الحلو أنه سامسونج عم تندم اللي هي قطعة التحديث اللي هي موجودة تقدر تشتريها كل سنة وتحدث الشاشة الموجودة عندك لفئات معينة عم نحكي الفئة السابعة الفئة الثامنة الفئة التاسعة صار بإمكانك تشتري هاي القطعة وتحطيها بالتلفزيون من وراء شو بتعمل عم نحكي عن معالج ثنائي بهذا التلفزيون بس تشتري هاي القطعة عم بعملك أبغريد من عفوا من معالج رباعي لإيش رح يكون بالـ 2014 هلو يعني بتحافظ على اللي عندك لكن بتضلك تطوره مع تطور مبلغ بسيط يعني ديالا انا بحكي لك قطعة التحديث لما تقارنيها مع بعشرة بالمية من سعر التلفزيون انت عم تعملي أبغريد للتلفزيون تبعي فس تلفزيونك دايما جديد عم بيكون مع سامسونج بس بهاي مع هاي القطعة كتير حلو بدي أحكي لك عن السمارت كمان أنا بحكي كثير ديالا بس بس بدنا نفعل بدنا نفعل يعني رشاد بدنا شوي أطعمونا هلا مع الشف صناعة هاي اللي بدنا نعمله هلا هذا التلفزيون لما نحكي إحنا سمار تيفي بنحكي عن تلات شغلات مهمة التحكم الذكي المحتوى الذكي وتطور الذكي التحكم الذكي هلا عمشوف إحنا بكبسة زر من خلال الريموت كنترول هلا محمد اللي هو بكون أي حدا موجود قدام التلفزيون برفع إيده زي ما عم بتشوفي بس يرفع الخمس أصابع في كاميرا موجودة بالشاشة بتعمل بتشوف الإيد تبعت محمد فبالتالي صار هو أنا ما عم بتحكم بريموت كنترول هو عم بتحكم فيها مباشرة أي حدا موجود قدام التلفزيون برفع إيده صارت الكاميرا تستشعر وجوده الشغلات الحلوة اللي موجودة بهذا التلفزيون حركات كثير موجودة عنا عم نحكي شفت الإزاحة كيف أنت بتقدري ترجعي لورا بس تعمل عكس عقارب الساعة بتقدري تختاري صورة تكبري وتزغري هذه الصورة بس من خلال حركة إيدين يعني الكاميرا صارت تشوف الإيدك التنتين فبالتالي بتقدري تسكر إيدكي وتعملي زوم إن زوم آوت هذه واحدة من الأشياء الموجودة عنا أوليلي ديالا ديالا أقول لك هاي الأشياء كلها حتى في عندكم تقنية جديدة موجودة بهذا التلفزيون على الصوت كمان بقدر أغير وأحرك وأعمل مية بالمية الموجودة عنا هون عم نشوف هاي الكاميرا برضو فيها مايكروفون المايكروفون الحلو فيه بيستشعر الأوامر الصوتية بس إتي لازم تحكي له يعني فيه كلمة سرية هي بصمة الصوت بتبرمجيها يا هاي تيفي يا سمار تيفي فبس تحكي هذه الكلمة رح يسمع التلفزيون بيطلع عنا خلينا نعملها من خلال الرموت رح يطلع عنا لهو التلفزيون يقول عربي بيحكي عربي فصحة بس لازم تكون عربياتك كويسة بيحكي إنجليزية اللهجة الأمريكية أو اللهجة البريطانية فأنتي مباشرة أنا بتحكي إيش الأوامر اللي بدك إياها هو لحاله يعني بيأخذ لها بيأخذ الحكي أنا حكيته في جداع جاء برمج أي شيء تاني مية بالمية هلأ هي الأوامر بتكون موجودة عنا على التلفزيون فبالتالي انتي بس بدك تعرفيهم لأول مرة لقد رفعنا أكثر من 300 أمار صوتي لما أدخل على السكايب فرضا أنا بحكي كولي ديالة فهو دغري صار يدخل ويحكي مباشرة بدون ما أنا أكبس على الرموت الرموت كنترول موجود عندي طيب عم بشوف في محمد برامج أنتم منازلينها لما بشتري الواحد التلفزيون بيكون نازل عليها كل هذول صراحة هلأ الاشي الحلو بهذا التلفزيونات أنه هي فيها بتشبكيها لاسلكيا على الإنترنت فلما تشبك لاسلكيا على الإنترنت تقدر تفوتي على موقع تطبيقات سامسونج وتنزل أكثر من 600 تطبيق مجانا دعوني نتحدث عن التطبيقات الموجودة عنا اللي هي أنا بهمني فرضا أحكي عن الويب راوزر ويب راوزر لازم نشبك على الإنترنت فإذا ما شبك عنا على الإنترنت بيكون هلأ صار في عنا ديس كونكتوفيتي للإنترنت خلينا أحكي لكيها بطريقة كثير لطيفة اللي هي الويب راوزر موجودة عنا أهم موجودة عنا أنه أنت بتقدري تشوفي أي شيء موجود على الإنترنت مباشرة على التلفزيون تخيل أنت بها الشاشة ال85 تفوتي تبعتي إيميلاتك تصير تشيكي شجاييكي إيميل تفوتي على الفيسبوك تفوتي على تويتر وتعملي تويت مباشرة مع التلفزيون وبطريقة بسيطة يعني أنت بتفوتي على المينيو بتعملي كونكشن على الإنترنت واحدة من الأشياء الحلوة الكثير مهمة اللي هي أكثر إش عم نسمع الناس عم بيحبوها اللي هو السكايب تخيلي أكيد إليك حبايب بر الأردن مضبوط اكتار اكتار تخيلي أنه أنت كلياتهم هم بيكونوا موجودين عم تحكيهم على الشاشة الكبيرة تعدام الكنباية فكل العيلة بيكون موجودة وبتحكو مباشرة بس نشترط بهك حالة اللي هي إنترنت كونكشن يكوني كويس عم نحكي عن واحد ميجا يعني مش إش كثير يعني صار موجود عنا بالأردن وبالمنطقة تبعتنا يعني مع السكايب على هذا الحجم بطل حد يشتاء لحده شفتي هو بالفعل هيك أنه انتي بس بكبسة زر عم تحكي دوغري مع الناس الموجودين إليك أكتر من 600 أبليكيشن صار عنا موجودين واحد من أهم الأبليكيشن بدي أخليكي أنت تجربي اللي هو السايبر بايك الآن سامسونج كثير عم تركز عم موضوع الصحة عم تشوفي دائما إحنا بمكاتب أو عدين على الكنبيات مظبوط ما في حركة ما في رياضة فاللي عملته سامسونج أنه أنت دمجته أغلب الناس بقعدوا على التلفزيون بنفس الوقت تقدر استعمل هذا اللي هو السايبر بايك الموجود عنا هون تساعدني محمد إذا سمحت فيه السايبر بايك الحلو فيه أنه أنت عم تعمل رياضة وبنفس الوقت عم تتفرجي على التلفزيون رح تشوفي هلأ كيف بعديد من التطبيقات بتنزل مع التلفزيون بس تشبكي على الإنترنت وتفوت على موقع تطبيقات سامسونج وبتنزلي هذا الجيم رح نجربي يلا رح نفرجيكي كيف هذا الأكسرسايز لطيف وهيك تخيلي ديالة أنه أنت يوم بعد يوم عم تلعبي ربع ساعة على التلفزيون رح فرجيك واحدة من اللعبات الحلوة الموجودة عنا هلأ بنعملها ستارد وحكي لنا شو رأيك ها عم تلعبي رياضة ديالة هلأ بنسير نلعب ديالله ها هلأ بتبلش ثوانا بتكون نبلش اللعبة ها في لعبة هاي بالظبط كل ما بتسرعي أكتر هايوك بلشت على الساور راي عم تشوفي قديش حلو عم بفي حركة عم تحرك العضلات تبعونك ها وبرضه بنقل شيء مستمتعة رح نحط نوط للصوت عشان لا ليه دخلنا بالحيث ها هلأ هادي أول مرة دايما لما تلعبي أول أول لعبة الحلو فيه بصير يحسب لك أدي عم تحركي câلوريز بهذه الثواني موجود عندك على الشاشة هناك ربعي أدي انت عم تمشي بتصير تعيير التلفزيون أدي عم تمشي أدي عم تحركي كالوريز، بس عجبك ها 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 هكتير من الشغلات الموجودة واحد منها الأبليكيشنا انا بتقدر تفتع على تلفزيون رؤية يعني هدي عم تتفرج على التلفزيون بيشتغل أبليكيشنا بصير يحسبلك تحت أديعم تحرقي كالوريز كيف ها حركت شوي ها حلو ها ها تمام كما انت ما بدك احكي احكي تمام بدي افرجك شغلات تانية ولا انا عارف راح تضلك على افرجك شغلة كمان حلوة ديالا بس نسألك هذا البايك بيجي معه للتلفزيون؟ حسب العروض اللي بيعملها الوكيل عنها بالمنطقة وبيقدر يشتريها لحاله الوحد؟ بيقدر يشتريها لحاله حسب العرض اللي بيكون موجود عليه أحب أرجيكي شغلة حلوة اللي هي اللي بيكون معها تلفونات سامسونج عم نحكي عن تلفونات الجديدة اللي هي S3, S4, Note 2, Note 3 هلأ والاشي الحلو بهذا التلفزيون أنا أحكي لك بكبسة بسيطة أنت عم بتشوفي كيف فيه إشي اسمه screen mirroring اللي هو أي إشي بديكي على التلفون بتحب تشوفيه مباشرة على التلفزيون ففديكيها بيها الطريقة بس منفوت هيك نعمل كبسة screen mirroring هلأ رح يطلع عندي التلفزيون اسم التلفزيون بيش بتعرف عليه؟ لا سلكيا أنا عم بشبك من خلال خاصية الواي داي اللي هي ويرلس ديس بلي فأنا بشكل مباشر عم بشبك هلأ تلفوني خلال ثواني عم بيطلع على الشاشة هيا إشي بديكي يا هاي اللي هي all share اللي هي screen mirroring اللي هي من خلال الـ access point اللي لازم يروح على الراوتر وبعدين يرى الشبك على التلفزيون فكنا يعني بطيئة نوعا ما لكن احنا عنا هون هلأ صارت هلأ عم نشوف تلفونك على التلفزيون مية بالمية يعني أفرجيكي هلأ هلأ هي ماخدة المقطع الطولي بس إذا أنا فتحت هلأ اللي هون الصور عندي بلشنا بدنا نعرض إش أنا أشياء موجودة على التلفزيون خلينا نفتح لك فرضاً كثير أشياء بيجيكي على الواتساب مضبوط كثير أشياء صوت أو صورة عم نحكيي فهلأ خلينا نشوف هذه واحدة من الصور اللي هي موجودين بكوريا كان فيه training موجودة هنا فأنت بتقدري تتفرجي على الأشياء على الصور مباشرة هلأ لو فيه فيلم عندي موجود كمان دوري بقدر أعرضه على الشاشة يعني الصراحة الوضوح كمان عالي مش إنه لما كبرت على الشاشة صارت مبطرة واضحة هذا حكي من شوفه كثير ورح أفادك هذا كان فيه activity team building يعني بتقدر تعملي zoom in zoom out بكل سهولة فعم ناخد مشاركة للصوت وللصورة من خلال الموبايلات هلأ فيه شغلة أهم كمان للموبايل اللي هي عم نحكي اللي هي رجال أعمال بيكون أو بميتنج عم نحكي بدك تعملي presentation فنعم بدك تعملي presentation هلأ دائما فيه كابلز بينك وبين بدك الشاشة من خلال الويلس ديسبلي كمان تقدر تشاركي على الموبايل مباشرة على التلفزيون فهذه واحدة من الأشياء الجديدة اللي عم تحكي عنها سامسونج لي ويلس ديسبلي بتخليك تعملي presentation تبعتك على التلفزيون محمد أسألك يعني فيه داعي اني أنا أشبك عليه home theater system سؤال كثير حلو اديالة بهذا الموذيل بالذات عم نحكي احنا عن 120 واط موجودين بهذا التلفزيون بهذا هلأ نحكي الديزاين تبع التيفي موجود speakers build in ومعها كمان 2.2 خلالنا نسمع خلينا نشغلك شغلة تسمعيها محمد من عندك ادخلنا اذا عرضنا عليه فيلم سينمائي شو مميزة انه راح نستمتع هنا اكتر هلأ راح تشوفي انا راح نشغلك تشغللنا فيلم وعليلنا الصوت يلا هلأ نشغلك نعليلك الصوت على الآخر عم بيعطينا 120 واط رم اس عم نحكي نشوفي قدي الصوت قدي الصوت قوي انا لسا مش معلق على الآخرة او والله معلق انا لسا مش معلق على الآخرة يا عم نشوفي بس رم اس عم نشوفي فقط نتحدث عن شاشة كبيرة. ولكن أعطيكي كيف نتحدث من الواجهات الثلاثة التي كانت موجودة عندي بالتلفزيون. دعني أعطيكي كيف تنقل بكل سهولة إذا ترون الحساسية بالتلفزيون. هذه هي الواجهة الاجتماعية. نفوت نعمل أكاونت على سامسونج. نسجل فيسبوك تبع ديالة. تويتر تبع ديالة. السكايب تبع ديالة. فكل الانفرميشن لو شابكنا على الإنترنت وشابكنا هؤلاء الأكاونت. سيظهر من آخر ناس عامل شير على فيديوز أو ناس عاملين تويت على تويتر. وآخر ناس حكيتي معهم على السكايب صاروا كمان موجودين عندك. فببانل واحدة عم نحكي بكبسة زر عم بتفوتي على هذه الأكسس. البانل الثاني اللي هي كمان عندنا إحنا نسميها الميديا بانل. عم نحكي عن صور أغاني أفلام. أي شيء يو اس بي اكسرنال هاردس عم بتنزلي من الإنترنت. بدك تعرضي على التلفزيون بس بتحطيها بالتلفزيون من ورا. بالتالي تستمتعي بالأفلام الموجودين عندك. الآخر البانل اللي هي موجودة عندي. اللي هي صراحة اللي سامسوغم تحكي هلأ التقدم هو بالكونتنت تبع التيفي. يعني أحلى من هيك شاشة ما عم تشوفي صح ولا لا. صوت ووضوح وروعة. ما عمل لحق عليك. ما عمل لحق. فعم نحكي عن كونتنت. كل المجال التطور الآن للمستقبل. عم بيحكولك عن الابليكيشنز. الابليكيشنز اللي هي اللي بتسهل حياة الناس. عم نحكي عن العديد من الابليكيشنز الموجودة عندنا. حتى إذا حاب أنت إدوكيشن للصغار. يعني كثيرا أحيانا بتحتاري إيش بدك تفرجي للصغار. بدك تسليم على التلفزيون. بتروح بتشغلي ابليكيشن تعليمية للأطفال. فهم يصيروا حالهم بالكاميرا. بصيروا يغنوا. بصيروا يعدوا هاي الأشياء اللي بتنحكي بهذا السطور. سؤال أخير محمد. بقدر الواحد طيب يبرمج يعمل لك. يغلق بعض القنوات. مثلا أشياء ما بدوا أولادو يلعبوا. يفتحوا اليوتيوب. كذا بقدر يعمل هذا الحكيه؟ مضبوط. ديال هذا سؤال كثير مهم خصوصا للأطفال. يعني أنا بحكي لك. الويب روزر الموجود عندنا. تقدر تفوت من الإعدادات. تقدر تحطي المواقع التي لا تريدك أحد أن يدخلها. والشغلة أيضا من الانترنت. على أساس أنه يعطيك شيء آمن للأطفال. لذلك هنا يوجد موضوع الموضوع الموضوع. فقط تعمل الموضوع الموضوع للأطفال. يعطيك شيء آمنة وتعليمية للأطفال. بحيث أنك تنمي الذكاء والمهارات الموجودة عندهم. حمد إعتوم. أنا متأكد في شيء كثير من الصباح. نظرنا نتحدث عن هذا التلفزيون. ولكن يعطيتنا لمحة شاملة. شكرا لإعداد. أريد أن أشكرك لك. لأنك أنت متابعة التكنولوجيا. أنا متابعة سامسون. لذلك الصراحة. لدينا أشياء جديدة على الطريق. إن شاء الله سنلتقي بعدة لقاءات. إن شاء الله. شكرا لإعداد. أهلا وسهلا فيكم. شكرا يا محمد. أعطيكم العافية.